طيب سؤال تاني بقى واهم من ده هل في قرار اتحاد السلة بيقول ان لو بموافقة الفريقين يعني ممنوع دخول الجماهير حط بين قصين كده بموافقة الفريقين يتم دخول الجماهير مفيش 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 استثناء يعني انا حتى لو وفقت ان الجماهير تقضي الاتحاد من حقه يخرجهم انا مالي ليه بتدخلوا النادي الاهلي في جملة مفيدة النادي الاهلي اكبر من كده النادي الاهلي صاحب مبادئ وقيم عمره عمره ابدا ما بيقلل من رمزه قدامه اذا كنت عايس تصدر موضوع تاني للجماهير ده موضوع تاني انما النادي الاهلي ما تحطش في جملة مفيدة النادي الاهلي ملوش دخل نهائي طيب الحاجة التانية اللي عايزة اوضحها بالنسبة لعقوبات اللي اتخدها اتحاد السلة طب من اتحاد السلة لما اخد عقوباته ما احتسبش لدي الزمالك منسح الصح والطبيعي ان انا انا مين المسؤول عن تأمين المباراة صاحب الارض لما انت يبقى فيه جماهير موجودة والامور خرجت برا السيطرة انت اللي بتتحاسب انا من وجهة نظري ان نقطة الهزيمة اللي اداها الاتحاد او اعتبروا مهزوم مش منسحب فبقى ليه نقطة في الهزيمة لا مش مظبوطة لا مش مظبوطة دي قراتة هي لانه مفروض تحاسب انسحاب انا كنت عايز العب طب انت انت الوقت اما انا كنت ممكن اكسب اكتر من 20 بنت مثلا يعني كنت ممكن اكتر من 20 بنت انت ليه تقول لي 20 بنت يعني اللي عايز اوصله لكم ايه انه النادي الاهلي مش طرف وانه اللي احنا شفناه اليوم اليوم انا مكتش عزرود اتهامات بتوكل للنادي الاهلي في كل يعني ملهاش اصلا بالصحة هو ايه اللي حصل ما حصلش حاجة احنا مش طرف اصلا و و و عندنا فيديوهات بس ما ينفعش عارضها يعني جماهير بيتم طبعا الغلط او يعني عايز اقول كده يعني بيتم هجوم ادارة النادي الاهلي هجوم على ادارة النادي الاهلي وهجوم على اللاعبين عندنا فيديوهات بس ما ينفعش نعارضها ومع ذلك كل ده تجاوزناه هو ده النادي الاهلي فلو سمحت يا جماعة بعد إذن حضراتكم اي حاجة تتقال احنا مناش دخل النادي الاهلي بيطالب تطبيق لايحة وعشان كده النادي الاهلي هو سابق كتير لانه بيعرف اللواح وشغل احتراف وشفنا النهاردة اكبر لعبتين مريم الهضيبي وهانا جودة تنس طولة بيكتبوا بوست على الفيسبوك فورا بيتم ايقافهم بتحولهم التحقيق وبيتغرموا النادي الاهلي بيبصش على العسام النادي الاهلي بيبص على قوانين ولوايا هو بيحترمها عشان كده النادي الاهلي في حتة تانية اداريا عشان هو بيحترم القوانين واللوايا اتمنى اتمنى ان نتجاوز الموضوع ده والناس تفهم الموضوع صح وما نقفش عليه ولو اللي عنده كلمة يقولها لازم يكون عنده دليل عنده 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 حاجة يستند عليها انما انت النادي الاهلي ما كانش موافق ان النجوم تحضر والنادي الأهلي ماله هو دي ليحة النادي الأهلي وهل التحدي السلة حطت بين قصين لو النادي الأهلي وافق أو أي نادي تاني وافق بحضور الجمهير يدخلهم أنا مالي دي ليحة وبتتطبق ده كان تعليقنا على الأحداث وكان لازم نوضح الكلام ده هنطلع لفاصل طبعاً ونرجع بقى لحلقتنا وتكرمنا طبعاً الأسطورة الكبير أحمد صلاح هنطلع لفاصل عشان يستقبله عندنا كلام كتير جداً تابعونا ولكن بعد القصة